مرحبا بصف الرابع داشر رابع ترسي رابع الزمن صفحات 3 طلاب صف الرابع نرحب بكم مرة أخرى في درسنا لليوم رح نحكي فيه عن الزمن كتير مهم نحن نعرف شو هو الزمن شو مفهوم الساعة مفهوم الدقيقة مفهوم الثانية طيب كل ياتنا منعرف ان الساعة كم دقيقة يا رابع الساعة 60 دقيقة الساعة 60 دقيقة والدقيقة كم ثانية الدقيقة 60 ثانية طيب اذا قلنا لك انا استنيتك ساعة كاملة شو يعني ساعة كم دقيقة يعني استنى 60 دقيقة طب اذا قلت لك انا استنيتك ساعة ونص ساعة ساعة وثلاثين كده ساعة وثلاثين دقيقة لانه نص الستين ثلاثين ممتاز اذا حكيت لك انا استنيتك دقيقتين يعني كم ثانية الدقيقة الواحدة دقيقة واحدة كم ثانية فيها ستين أقولت لك أنا استنيتك دقيقتين كبار شعني دقيقتين كم ثانية دقيقتين يعني ستين وستين مية وعشرين طيب يا رابع نفس الشي راح نحول من الثانية للدقيقة ومن الدقيقة للساعة يعني لما أحكي لك يا مجد أنا استنيتك مية وعشرين دقيقة يعني كم ساعة مية وعشرين ساعتين ساعتين لأن مية وعشرين هي مجموعة الستين والستين طيب إذن هذا هو يا رابع قانون الأساسي اللي بدنا نتعلمه لليوم لدرس اليوم إذن مفهوم الساعة والدقيقة والثانية الساعة كلنا بنعرف أنها تنقسم إلى ستين دقيقة والدقيقة إلى ستين ثانية طيب هذا الجسر اللي شايفينا بالصورة تم استغرق بناءه يعني استغرق بناءه أربع سنوات تقريبا طيب كم بالشهر خلينا نحكي شوي عن السنة هلأ السنة كلياتنا يا رابع منعرف أن السنة كم شهر كم شهر فيها السنة من شهر واحد لشهر 12 إذن السنة الواحدة هي عبارة عن 12 شهر قالوا لنا أنه هذا الجسر استغرق بناءه أربع سنوات يعني السنة فيها 12 يعني أربعة أربع سنوات 12 و 12 و 12 و 12 بدنا نعرف كم يعني هدول كلهاتهم عدد أشهر لأربع سنين يعني 12 زيكي أنا بدي أمسكها وأضربها ضرب أربعة صح؟ أه 12 ضرب أربعة كم بعطيكي؟ أربع ضرب 12 أربع ضرب 2 تمانية وأربع في واحد أربع إذن استغرق بناءه الأربع سنوات هي عبارة عن 48 شهر أوكي؟ مثال هلأ كم دقيقة بخمس ساعات؟ يل كم دقيقة في خمس ساعات؟ هلأ هاي الدقيقة هاي الساعة الساعة معروفة بدأ حولها لشو؟ لا دقيقة شو بنا نعمل يا رابع؟ دقيقة تنتين ساعة الساعة بدأ حولها لدقيقة ستين شو بدي أعمل؟ بدأ حول الساعة إلى دقيقة هاي الساعة بدأ حولها لشو؟ لدقيقة شو بدي أعمل حسب القانون؟ نضرب ولا نقسم؟ نضرب نضرب ضرب كم؟ ألف نضرب ستين ضرب ستين لش ستين؟ لأنه ساعة ستين دقيقة خمسين في ستين بعطيكي تلاتمية ولازم نكتب هاي الوحدة إذا نسيتوها بيكون جوابكم مش كامل نيجي لهون سكند الاس معناها ثانية سكند والمن معناها دقيقة والأور الاتش هنا هي عبارة عن الأور أور يعني ساعة ساعة ثانية دقيقة هاي سكند وهاي منت من ثانية إلى دقيقة ها نيجي لهون هاي ثانية إلى كم دحول؟ من ثانية إلى دقيقة شو من نعمل يا رابع؟ نعم ستين على نقسم ستين على ستين نقسم على ستين اذا ستمية وستين على ستين حطوها هيك انتو هاي ستين السفر مع السفر والستة مع الستة شو بصفي عندي؟ ست دقائق اه لا ما منقدرش نقسم هيك طيب ستمية وستين لانه هيك يا زبتكوا قسمة طويلة هيك ده تنقسم تمام؟ هيك ستة وستين على ستين طبعا وصفر هاده بطلع على فوق فبالتالي مينت بطلع معاكو 11 مينت طيب شو ضل؟ نشوف اتحقق من فهمي نبلش هون شو بدك تعملي لي يا مجد؟ الدقيقة لشو بدك احولها؟ لا ثانية يلا شو بدك تعملي؟ الدقيقة لثانية بنضرب ستين ممتاز اذا السبعتاش بنضربها ضرب ستين كم بعطيكو جواب؟ السبعة ضرب سفر السفر نزلي دايما السفر اللي يكون موجود نزلي يلا ستة ستة ضرب سبعة ثنين اثنين لا اربعين وستة في واحد ستة واربعة عشرة فبصير جواب ألف وعشرين ثانية بنيجي لهون بدك احول من دقيقة الى ثانية يلا شو القانون؟ دقيقة الى ثانية ضرب ستين مئة وثمانين بتضربوها ضرب ستين مئة وثمانين ضرب ستين حطوا السفرين ستة في تمانية تمانية واربعين ستة في واحد ستة واربعة عشرة هاي مئة وثمانين دقيقة كم تطلع معاكو؟ تطلع معاكو عشر تلاف عشر تلاف ثمانية ثانية طيب نيجي الان لاللي بعدين نفتح على صفحة اربعة وتسعين ونحل مع بعض الاسئلة في مجموعة كبيرة من الاسئلة بس خلينا شوي نحكي اكتر على السنة الشهر الاسبوع اليوم طيب هلا هاي السنة اللي هي عشرين واحد وعشرين تمام؟ كم شهر قلنا؟ تمام شهر شهر طب الشهر كم اسبوع فيو؟ شهر كم اسبوع؟ دايما الشهر الو اربع سبيع أربع سبيع، طيب الأسبوع معروف أيام الأسبوع كم يوم؟ سبعة أيام الأسبوع السبعة طب اليوم كم ساعة؟ اليوم 24 ساعة كلا ياتنا بنعرف هاي المفاهيم بس حبين نذكركم فيها يعني الأسبوع كم يوم؟ سبعة طب نشوف هاي الفراشة الكبيرة تتميز بلونها البرتقالي والاسود متوسط عمرها ثمان اسبيع كم يوم متوسط عمرها؟ مره ثاني شو قال لنا متوسط عمرها كم اسبوع؟ ثمن اسبوع ثمن اسبوع ثمان اسابيع أنا بدي كم يوم؟ هذا المتوسط يعني هاي الأسابيع زك أنو بحكي لك؟ لشو بنحولها؟ ثمانية ضرب ستنين لل قسم ستنين استني شو بنحول من أسبوع من أسبوع بندنا نحوله إلى يوم تمام؟ من أسبوع إلى يوم الأسبوع الواحد كم يوم عندك؟ كم يوم بالأسبوع؟ سبعة أيام سبعة إذن باليوم الواحد عندك سبعة أنا عندي هون 8 أسابيع مش عارفي كم أوكي شو بدي أعمل زي هيك بدي أضرب بديك تضرب 8 ضرب 7 8 في 7 6 56 56 طيب صغير الفيل بقول لنا أنا برضى على مدة 4 سنوات كم مدة رضاعته بالشهر يعني هو برضى 4 سنوات يلا سهلة بس بدي بالأشهر 48 شهر كيف عرفت إيه 4 ضرب 12 ساوية 240 ممتاز هلا السنة الوحدة هلا هو قال لنا 4 سنوات السنة 12 الاربع سنوات كم شو بدي أعمل 12 12 ضرب 4 عم نعوه زي هيك ضرب التبادل هذا بسموه طيب خلينا نشوف الفراغ هون اللي بنا نحلها نحكيها بشكل سريع 3 سنوات عبارة عن 36 120 120 أور طيب 240 8 من منت من دقيقة إلى ساعة نعم بدنا نقسم هون 200 245 يوم وهون 7 طيب شهر آذار في 31 يوم طيب كم عدد الساعات إذا بالساعة بديه إذا بالساعة عندك 31 يوم نرجعه يلا من ساعة ساعة لدقيقة شو بدنا نعمل ضرب 60 ضرب 60 إذا من ساعة إلى دقيقة يعني 30 30 ضرب 60 أعطيكي 2000 2800 ممتاز طيب خلينا نشوف هذا السؤال بيحكي لك أسرة خرجت في رحلة من عمان إلى العقبة بالسيارة إذا أمضت 15 دقيقة في تعبئة السيارة بالوقود و35 دقيقة لشراء الماء والطعام وأربع ساعات في الطريق بكم دقيقة استغرق السفر في عمان من عمان إلى العقبة طيب كم بدون شو السؤال نفهم السؤال دقيقة كم دقيقة رح يشتغل على الدقائق يلا كم أمضى أول إشي 15 دقيقة بعبي بنزين ورد 35 دقيقة بدي يشتري أكل وأربع ساعات طب هاي بدأي حول الساعة إلى دقيقة وأجمعهم بالأخير صح يلا إذن أول شغل بنا نحول الساعة إلى دقيقة يلا حولي لي الساعة إلى دقيقة الساعة الوحدة 60 60 دقيقة طب عندك أربع ساعات شو بدنا نعمل 60 زائل 60 120 آه 120 و120 120 زائل 120 240 240 إذن 60 في أربعة ياب تضربه 60 في أربعة 6 في أربعة 24 طيب هاي أول شغلة هاي طلعنا كم أربع ساعات بالدقائق صار عندي 15 زائد يلا نقليني كم دقيقة عندك 30 زائد خمسة وثلاثين زائد المتين واربعين بنجمعهم مع بعض يلا 0 5 وخمسة 5 5 5 10 0 باليد 1 4 1 5 5 3 6 8 1 9 9 وبيضل عندي 2 2 إذن كم دقيقة استغرقت رحلته 290 290 هاي البطة والجاجة قطعت نفس المسافة خلال الزمن الموضح في يعني هاي قطعت ساعتين وهاي 130 دقيقة وليك مين الأسرع الساعة قلنا كم دقيقة ساعة وكمان 60 زيها 120 120 مين الأسرع الجاجة أخذت 120 والبطة 130 130 120 أقل الدجاجة الجاجة أسرع ايوة إذن الدجاجة الأسرع اللي بيكون مقت أقل أحسنتي برافو أكمل مايا اللي طلع معاك هون 20 هون 4 الاربعة المختلف 7 8 70 70 ألف ألف وميت دقيقة ثانية طيب نيجي الآن لصفحة 29 درس الزمن املع الفراغ يحكينا إجاباتك 8 ضرب 12 يساوي 96 أربعة 126 قسم 60 يساوي 2 ألف 180 675 يساوي 2625 سؤال السادس 275 يساوي 9 نعم تجري تجري السرين على جهاز تجري نصف ساعة يوميا كم تجري بالدقائق بالدقائق نص ساعة كم دقيقة ما بدأ تكون بقائق 1 على 2 ساعة ضرب 60 دقيقة طيب يعني زيكي عنوكم بتحكو نص الساعة ما هي ساعة 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 دقيقة يعني نص 60 يعني زيكي عنوكم 60 على 2 30 طيب احكيلي بالثواني يعني هاي 30 الدقيقة حولي ليها لثواني 30 دقيقة فيها الدقيقة فيها 60 ثانية 30 دقيقة فيها 1800 اه ضربت 30 ضرب 60 تقدر هيك تضرب 30 كم دقيقة معاك بالثواني صح عدنا نسافر للعقبة للعمل الشهرين متتابعين ما المدة التي بقي فيها في العقبة أدي أعد شهرين شهرين بالأسابيع 8 أسابيع وبالأيام شهرين الشهر كم يوم شهر 30 و30 لأنه شهرين 60 سهلة عبد الرحمن أنها مشروعه بثلاث أسابيع بينما أنها صديقه المشروع نفسه بثلاث وعشرين يوم هذا بالأسبوع وهذا بالأيام مين الأسرع أو مين اللي أخد زمن أطول هيك السؤال بحكي مين اللي أخد زمن أطول يلا spiritual ثلاث أسابيع في كم يوم أسابيع الأسبوع سبعة وسبعة وسبعة سبعة ضرب تلات شي سبعة ضرب سبعة Fucking ette سبعة 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 وأر affordaash وسبعة واحد وعشرين نعم سبعة في تلات واحد وعشرين إذن هاي عبد الرحمن واحد وعشرين يوم صاحبه ثلاث وعشرين مين اللي أخد زمن أطول صاحبه صديقه صح صديقه استغرقه وقتا اكبر قد يصل عمر شجرتي الزيتون ل 21600 اسبوع كم بالايام هاي ببساطة الاسبوع ننضربه ضرب الايام ضرب ايش ضرب سبع لانو الاسبوع فيه سبعة ايام نضربها رح يطلع معاك الجواب مية وواحد وخمسين الف وميتين احسب عمري بالايام اوكي بنحسب عمرنا بالايام يعني انت عمرك مثلا اذا كان عمرك ثمن سنوات السنة فيها كم شهر السنة فيها 12 شهر صح تمانية في 12 تمانية في 16 تمانية واحد تسعة ست وتسعين شهر طيب الشهر طالب مني باليوم الشهر كم يوم ثلاثين يعني ستة وتسعين ردوا اضربوها ضرب ثلاثين ستة ثلاثة في ستة ثمنتعاش ثلاثة في تسعة آآ سبعة وشرين واحد ثمنية وعشرين هذا اذا كان عمركو تمان سنوات ولعمره تسع سنوات بيعمل نفس الاشي. تمام? اذا هكي حلوين خلصنا. درسنا. الرابع. ونرىكم في درس جديد فيديو جديد نحكي فيه عن المحيط وبضل عندنا المحيط والمساحة. ومننهي ان شاء الله وحدتنا اي فيديوهات سابقة ولاحقة تجدونها على قائمة التشغيل الصف الرابع الفصل الدراسة الثاني. على بلاي لست من اعلى موجودة بقناتنا اليوتيوب او بتلاقوها على يعني باللغة العربية قوائم التشغيل. الى اللقاء.